بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم تأديد مهارة الوثب الطويل في الجري معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نقول نستعرض مع بعض مطلبات مهارة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه مطلبات الراحة الكافية الراحة الكافية يا أبطال لابد الجسم بعد داء النشاط البدني من استعادة النشاط عن طريق النوم بالليل ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات لإستطاعته مرة أخرى مارسة النشاط البدني بعد ذلك يا أبطال التغذية السليمة والصحية التغذية السليمة تتوفر عناصر غذائية في وجباتي الكربوهيدرات والبروتين والأملاح والمعادن والدهون تمد جسم بالطاقة وتساعده على أداء النشاط البدني مرة أخرى اللبس الرياضي المناسب والحذاء المناسب اللبس الرياضي مهم جدا يساعد على أداء النشاط البدني بشكل صحيح كل رياضة من الرياضات لها اللبس خاص فيها يساعدني على أداء النشاط البدني بشكل صحيح والحذاء المناسب مهم جدا أيضا يساعد حذاء كرة القدم يختلف عن حذاء العاب القوة يختلف عن حذاء كرة السلة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن لابد لكل الرياضة من هذه الرياضات مكان مناسب لأداء النشاط البدني ملعب كرة القدم مناسب لأداء كرة القدم الميدان والمضمار مناسب لألعاب القوة ودفع الجلة أيضا آمن تتوفر فيها عوامل الأمن والسلامة هل ممكن ممارسة كرة القدم داخل الفصل؟ أحسنتم غير مناسب هل ممكن ممارسة سباق مئة متر في غرفة الطعام؟ أحسنتم غير مناسب أيضا الإحماء المناسب الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ أحسنت هو تهيئة الجسم لداء النشاط البدني بشكل صحيح عن طريق عمل بعض التمرينات هناك إحماء عام وإحماء خاص الإحماء العام يناسب كل الرياضات الإحماء الخاص يكون خاص برياضة معينة لكل رياضة من هذه الرياضات إحماء خاص فيها لكي يساعدني على داء النشاط البدني بشكل صحيح بعد ذلك يا أبطال شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ ممتاز تعويض السوائل مفقودة أثناء النشاط البدني عن طريق التعرق أثناء النشاط البدني وتأديث النشاط البدني الجسم يفرز السوائل تسمى بالعرق هذه شرب الماء يساعدني على تعويضها وإحماية الجسم من إيش؟ أحسنتم من الجفاف طيب يا أبطال الآن أنا في المكان المناسب وزية الرياضي المناسب مع بعض نسوي اللحمة المناسب التمريل الأول المشي في المكان التمريل يستعد تدي مشي 2 3 4 سنت 2 3 4 متاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 متاز 2 3 4 حسنت 2 3 أخر مرة قف ناخذ نفس التمريل الثاني ضرعين في الوسط ضع ثاني جذع اليمين في 4 التات والشمال في 4 عدات التمريل يستعد يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جمع قف ناخذ نفسه التمريل الثالث ضرعين جالبا الرفع دوران ضرع من الخلف إلى الأمام تمريل يستعد يبتدي 1 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جمع قف 3 0 5 8 4 هو عكس 8 3 بالتجاه دوران مختلف من الأمام إلى الخلف 8 استعد ابتدي 1 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جمع قف رأس خف نقض نفس طيب يا أبطال الآن وصلنا إلى نهاية الإحماء الجسم صار جاهز لداء النشاط البدني نشوف مع بعض ما هو الوثب تعريف الوثب هو الدفع الجسم عن الأرض لارتفاع بالهواء هو عبارة عن دفع الشخص لنفسه على الأرض ينطلق بالهواء عبر استخدام القدمين زي ما هو واضح في الصورة الجري بسرعة عند وصود الخط الأحمر دفع الجسم والانطلاق الهواء للهبوط في حفرة الهبوط المراحل الفنية لهذه المهارة مهمة جدا أول شيء اللي هي خطوات الاقتراب الجري بسرعة الجري بسرعة بعد ذلك عند لوحة الهترقاء ضرب الجسم ودفعه لانطلاق إلى أعلى اللي هي مرحلة الطيران مرحلة الطيران هي الانتقال إلى ونطقة الهبوط صيما هو واضح في الصورة الآن الجري بسرعة الانتقاء الطيران مدام هناك طيران لا بد أن يكون هناك ماذا أحسنتم هبوط الهبوط يكون أول ما يلمس الأرض هي الأقدام في حفرة ماذا الهبوط طيب يعتبر الوثب الطويل من أبسط وأسهم مصابقات الوثب من حيث الشكل الخارجي لأداء إما من خلال تحليل حركي فالأداء فهو مبني على قانون القذيفة حيث أن طول المسافة المقطوعة تحددها ماذا كل أنا أروح مسافة بعيدة طويلة تحددها ماذا مقاومة عجلة جذب الأرضية سرعة انطلاق زاوية انطلاق الجسم ارتفاع مركز سرعة جسم عند أعلى نقطة زي ما هو واضح في الصورة كل ما ارتفعت إلى أعلى مع سرعة كل ما وصلت إلى منطقة أبعد طيب نريد أن نشوف مع بعض الآن هذا الفيديو يشرحنا خطوات تفنية والتعلمية للوثب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب أهلا ونوز سهلا بك سنتعلم في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى عن أحدى مسابقات العاب القوة وهي الوثب الطويل بطريقة القرفصة يا بطل يتكون الوثب الطويل بطريقة القرفصة من أربعة مراحل المرحلة الأولى الاكتراف المرحلة الثانية الارتقاء المرحلة الثالثة الطيران المرحلة الرابعة الهبوط وفي هذا الفيديو وفي هذا الفيديو سنتناول الوصف لكل مرحلة من هذه المراحل مرحلة الاكتراف ويتم على مرحلتين المرحلة الأولى وهي مرحلة التزايد الثرعة والمرحلة الثانية مرحلة الاستعداد للارتقاء والطيران وفق المتطلبات الحركة ويتمد الاقتراب في أدائه على ما يلي ضبط عدد الخطوات في مسافة الجري ضبط طول الخطوة بما يتناسب مع سرعة الجري المتزايدة تدريجيا والآن يا بطل ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الارتقاء حيث تبدأ هذه المرحلة من آخر خطوة من مرحلات الاقتراب والإتقان هذه المرحلة يا بطل قم بالخطوات التالية الخطوة الأولى مرحلة الاعداد للارتقاء ويقدر عدد عددها بست خطوات قبل لحظة الارتكاز للوثم الخطوة الثانية خطوة التحفز للارتقاء وهي الخطوات الثلاثة الأخيرة من الاقتراب وتؤدى بسرعة عالية مع قصر في طولها الخطوة الثالثة الارتكاز على رجل الارتقاء الخطوة الرابعة مرجحة الرجل الحرة للأمان والخطوة الخامسة مرجحة الذراعين في حركة تبادلية مع الرجلين والآن يا بطل ننتقل إلى المرحلة الثالثة للوثم الطويل طريقة القرصة طريقة القرصة وهي مرحلة نتيجة طبيعية لمرحلتين الاقتراب والارتقاء والمرحلة هذه تتكون من الصعود وفيه تتحرك ركبة الرجل الحرة إلى الأمام والأعلى مع الذراع المقابلة الهبوط وفيها تتقارب الرجلين وتضمعاً للأمام مع مد الركبتين قدر الإمكان والآن ننتقل إلى آخر مرحلة من مراحل الوثم الطويل بطريقة القرصة وهي مرحلة الهبوط التي تكون بعد مرحلة الطيران وتتم فيها أولاً مد الركبتين بارتخاء قبل الهبوط أماماً مع مصاحبة مرجحة الذراعين لأسفل ثانياً الهبوط على العاقبين حتى يندفع الحوض للأمام مع مرجحة الذراعين إلى الأمام ولأعلى للوصول إلى الوقوف والخروج من الحفرة والآن انظر إلى زميلك البطل وهو يطبق أمامك الوثبط طويل بطريقة القرفصة وأنت يا بطل قم بالتطبيق معنا والآن مع تطبيق مهارة الوثبط طويل بطريقة القرفصة مع الطالب ريال والآن مع طريقة الاقتراب وهو من ثلاث إلى سبع خطوات تقريبا يتطلب على اللاعب سرعة ومن ثم الارتقاء ومرحلة الطيران والهبوط استعيد هم والآن هذا شاهدنا الطالب قام بالأربع مراحل أعطيك العافية يا ريال وفي النهاية يا بطل لنتمكن من اتقان الوثبط طويل بطريقة القرفصة عليك أن تتمرن باستمران دمت بصحة ونشاط طيب يا بطل شفنا مع بعض الفيديو خطوات الفنية والتعليمية لتدير الوثبط طويل إلى هنا وصلنا نهاء الدرس لنا هذا اليوم أشكركم حسن اجتماعكم كان معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد ترجمة نانسي قنقر